أشهد سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين بأولمبيات هانشاغو 2022 أشهد بالإنجازات التي حققها أبطال وبطلات ألعاب القوة بدورة الألعاب الأسوية التاسعة عشر حتى الآن كما نقل لهم تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منوها بالجهود التي بذلها جميع العدائين والعداءات للوصول إلى منصات التتويج جاء ذلك خلال زيارة سموه للقرية الرياضية ولقائه بوفد ألعاب القوة